اشتركوا في القناة من حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الاصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ في 19 سبتمبر 2024 وتنتهي في 18 سبتمبر 2025 كما بلغ معدل السعر الفائدة على هذه الأذونات 35.37% علما بأنه قد تمت تغطية الاصدار بنسبة 192% كما بلغ رصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته ملياران و110 ملايين دينار بحريني اختتمت شركة جي اي جي الخليج مؤتمرها نصف السنوي الأول للمبيعات في مملكة البحرين والذي صلطت ضواء على خبرة الشركة في السوق التأمينية سريعة التغير وركزت جلسات المؤتمر على آخر المستجدات التجارية المهمة ومساهمات مملكة البحرين القيمة في نجاحات الشركة وتعزيز الأولويات الاستراتيجية في المنطقة هذا وتمت مناقشة العديد هذا وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالقطاع التأميني الخليجي والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية قال المسؤول عن أعمال الغاز الطبيعي في أرامكو السعودية أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم ترغب في أن تصبح لعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي المسالة وقال عبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز بأرامكو في مؤتمر غاز تيك للطاقة في هيوستن إن الشركة اتخذت الخطوات الأولى لتحقيق هدف يتمثل في أن تصبح لعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي المسالة توقع تقرير اقتصادي تضعف النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أكثر من أربعة واربعة عشر في المئة خلال عام الفين وخمسة وعشرين وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة أكسفورد كينومكس ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو اثنين وعشر في المئة في عام الفين واربعة وعشرين على أن يتسارع بقوة إلى ثلاثة وسبعة أعشر في المئة في عام الفين وخمسة وعشرين لافتا إلى أن قطاعات السياحة والتجارة والتمويل أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنوع الاقتصادي بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر